السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرحبا بكم مع باب جديد من أبواب السعادة نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا وفي الآخرة وباب اليوم باب عظيم قال عنه الإمام بن حبان هو عمود السعادة عمود السعادة هو العقل نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى وهو سبب عظيم بل هو السبب الأول مع الإيمان بالله عز وجل لهذه السعادة التي نبحث عنها في الدنيا وفي الآخرة يقول الإمام بن القيم العقل عقلان عقل غريزة وهو أبو العلم فبه يطلب العلم وعقل مكتسب وهو ابن العلم فمن خلال هذا العلم يستطيع الإنسان أن ينمي عقله وأن يوسع عقله فإذا اجتمع الاثنان عقل الغريزة الذي يولد به الإنسان مع العقل المكتسب الذي يكتسبه بالعلم وبالخبرة وبالحياة وبالمخالطة فإذا اجتمع هذان العقلان عقل الغريزة والعقل المكتسب أقبلت على الإنسان جيوش السعادة من كل جانب هذه عبارة الإمام بن القيم رحمه الله عز وجل أيها الإخوة إذن فالعقل سبب عظيم من أسباب السعادة وإذا كنا في لقاءات سابقة تحدثنا عن أسباب كثيرة للسعادة منها العلم والعلم لا يكتسب إلا بالعقل فالعقل سبب العلم الذي هو سبب السعادة ومنها الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح والإنسان بغير العقل غير مكلف لا بالإيمان ولا بالعمل الصالح ولذلك العلماء يقولون العقل هو مناط التكليف العقل هو سبب التكليف إذا لم يكن هناك عقل عند الإنسان فالإنسان غير مكلف والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن القلم رفع عن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم أو يبلغ فإذا كان الإنسان بدون العقل غير مكلف فهذا معناه أن العقل هو أساس وأساس كل هذه العبادات وأساس كل المعاملات وأساس كل الأعمال الصالحة التي يقوم الإنسان بها أيها الإخوة العقل نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى به كرمنا الله عز وجل على سائر خلقه ولقد كرمنا بني آدم هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى الله كرم بني آدم كيف كرم بني آدم يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى كرمه بالعقل إذ بالعقل يتميز الإنسان عن غيره من البهائم وغيره من المخلوقات إذن الأساس هو العقل والتكريم الأول تكريم بالعقل وهذا العقل نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى يعني من أعظم النعم التي يعطيها الله عز وجل للإنسان إنه يمن عليه بالعقل وكان الإمام ابن المبارك لما سئل فقيل له ما خير ما يعطى الإنسان قال غريزة عقل يعني أفضل ما يعطاه الإنسان في الدنيا قال عقل غريزة عقل قيل له فإن لم يكن قال حسن أدب قيل له فإن لم يكن قال أخ يستشيره قيل له فإن لم يكن قال فصمت طويل قيل فإن لم يكن لا معه عقل ولا معه حسن أدب ولا معه أخ يستشيره ولا حتى مع كل هذا هو يسكت وإنما يتكلم بكلام لا يرضاه أحد فإن لم يكن قال موت مريح يعني يستريح من هذه الدنيا ويستريح منه الناس إذا لم يكن لا عقل عنده ولا حتى يقبل النصيحة والمشورة ولا حتى عنده أدب ولا حتى عنده صمت يستره قال فموت عاجل يريح نفسه ويريح العباد منه معنى هذا أيها الإخوة إن أفضل ما يعطاه الإنسان هو غريزة عقل كما قال الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة نعمة العقل التي هي سبب السعادة والعلماء يقولون من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في العقل إن ربنا سبحانه وتعالى يعطينا العقل تدريجيا يعني لو أعطى الله عز وجل الطفل الصغير عندما يولد عقل الكبار الذين يفهمون الأمور على حقيقتها لما استقامت حياته الإنسان العاقل كامل العقل يكره إنه يكون ملفوف في الأشياء التي يلف فيها المولود يكره إنه يكون عاجز عن الحركة والنطق والتعبير عما بداخله يكره هكذا لكن الله عز وجل يعطي الإنسان وهو صغير عقلا يناسب المرحلة التي هو فيها فتراه يفرح وتراه يحزن وتراه يضحك وتراه يبكي لكن ليس عنده عقل الكبار وإنما الله عز وجل يعطيه هذا العقل تدريجيا وهذا من حكمته سبحانه وتعالى وبديع صنعه سبحانه وتعالى فنحمد الله عز وجل على نعمة العقل ونحمد الله تعالى على نعمة التدرج في هذه النعمة وفي عطائها للإنسان العقل أيها الإخوة من أفضل النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان ولذلك وجب على الإنسان أن يشكر ربه عز وجل على هذه النعمة إذا كنا نقول العقل نعمة عظمى نعم العقل نعمة كبيرة فكيف نشكر المنعمة سبحانه وتعالى عليها؟ قالوا الشكر بالقلب بالقلب وباللسان وبالفعل والأعضاء والأركان بالقول أن نقول الحمد لله بالقلب أن نعرف أن هذه النعمة إنما هي من عند الله عز وجل أنا وأنت لا فضل لنا في وجود عقلنا وفي وزن الأمور وفي الحكمة في إدارة الأمور لإياك أن تنسب لنفسك فضلا في ذلك ولكن قل هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم حتى لا تزول هذه النعمة ويحفظها الله سبحانه وتعالى للإنسان ويجب عليها أن يشكر الله عز وجل عليها كيف نشكره؟ قالوا أن تستخدمها فيما يرضيه سبحانه وتعالى تستخدم عقلك في تدبير الأمور في الخير في طلب العلم في الترقي من حال إلى حال أفضل ولا تستخدم هذا العقل لإيذاء الناس ولا للوقيع بين الناس ولا للمكر بالناس وإنما استخدمها فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى ولأن العقل نعمة عظيمة تستوجب الشكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من زوال هذه النعمة فكان يستعيذ بالله من الهرم كان يستعيذ بالله من الهرم ما هو الهرم؟ اللي هو أرذل العمر أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر طيب ما هو أرذل العمر اللي هو كبر السن جدا لدرجة أن عقل الإنسان يضيع منه هو مش كبر السن مع حسن العمل نعمة أي ونعم حسن العمل مع كبر السن طول العمر وحسن العمل خيركم من طال عمره وحسن عمله نعمة كبيرة من عند الله عز وجل لكن أن يطول العمر ليعود الإنسان كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق هذه حالة كان يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله أن يكبر في السن لدرجة أن يضيع عقله فيتصرف تصرفات الأطفال ويتصرف تصرفات المجانين يقول أنا يا رب لا أريد أن أعيش إلى هذه المرحلة ولذلك الله عز وجل يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق والعلماء كانوا يقولون الشيخوخة والهرم يعني وأرزل العمر طفولة لكن بغير ملاحة الطفولة يتصرف تصرفات الأطفال لكن من غير خف الدم الأطفال الطفل لما يخطئ ويتصرف تصرفات من لا عقل له ربما يضحك من حوله ويعلمونه برفق وكذا لكن الكبير في السن عندما يضيع عقله ويبدأ الناس تستثقل ما يفعل لأنه غير مناسب لسنه ولذلك النبع عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله عز وجل من أن يرد إلى أرض العمر ويستعيذ بالله عز وجل من الهرم ونستعيذ بالله عز وجل من الجنون ونستعيذ بالله سبحانه وتعالى من زوال نعمته اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع صختك كم من ناس كانوا عقلاء وكانوا يزينون الأمور فردوا إلى أرض العمر وأصيبوا في عقولهم أو حتى لم يكبروا وإنما حدست لهم حوادث معينة فضاعت العقول وأصبح الناس يشفقون عليهم وعلى حالهم ونحن ما زلنا يمتعنا الله عز وجل بعقولنا فهذه النعمة ما أعظمها تستوجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها ولذلك أيها الإخوة العلماء يقولون إن العقل سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للإنسان الإنسان العاقل الذي يزن الأمور ويؤديه عقله إلى محبة الله والإيمان به سبحانه وتعالى يعني هذه صفة يحبها الله عز وجل من الإنسان وإذا أحبك الله عز وجل سعدت في الدنيا والآخرة ولذلك النبع عليه الصلاة والسلام يقول لأشج بني عبد قيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناه قال الإمام النووي في شرح صحيح الإمام مسلم الحلم هو العقل والأناه اللي هي التأني في الأمور دول خصلتين الله عز وجل يحبهما منك أخي الحبيب وأخت الفاضلة الحلم يعني العقل التعقل والأناه يعني التأني في الأمور وعدم التسرع في الحكم على الأشياء ومن الحلم اللي هو العقل يأتي الحلم بمعنى التأني وعدم التسرع بإيقاع العقوبة وإلعافه عن الناس إلى آخر هذا كله ولذلك الإنسان إذا استخدم عقله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى سعد به في الدنيا وفي الآخرة طيب هناك أشقياء هناك أشقياء في هذه الدنيا والأشقياء من ناحية العقل صنفان قوم لم يستخدموا عقولهم وأهملوها وقوم عبدوا عقولهم وظنوا أنها تنجيهم في الدنيا والآخرة الاتنين دول أشقياء بمعنى واحد ربنا سبحانه وتعالى مدي له عقل لكنه ألغى عقله ولا يستخدم عقله وإنما يقلد الناس حتى وين أخطأوا لا يميز بين الصح والخطأ والصواب والخطأ ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون بعض الناس بيفهم من الآية دي أن ربنا بيزم بعض الدواب اللي هي البهائم لا البهائم الله تعالى خلقها لمهمة تؤديها صحيح لا عقل لها لكن الله عز وجل أعطاها هداية هذه الهداية هذه البهائم والحيوانات التي لا عقل لها تهتدي بهذه الهداية إلى ما ينفعها ولذلك تجد النمل اللي هو أصغر شيء نحن نعرفه من الدواب يعني هذا النمل يخزن طعامه ويقسم الحبة إلى نصفين لأن الحبة كاملة قد تنبت وتهدم مخزن الطعام بتاعه شيء عجيب سبحان من هداه إلى هذا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا هؤلاء حيوانات ليس عندها عقل لكن عندها هداية ومن الهداية أنها تسبح الله عز وجل وتعرف ربها سبحانه وتعالى كيف وليس عندها عقل هداية من الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه لكن الله عز وجل ميزنا بالعقول علشان نعرف الصح من الخطأ ونكلف هناك ناس ألغوا هذه العقول فصاروا يعني أسوأ من الدواب الدواب مش مكلفة لكن أنت مكلف وربنا بديك عقل علشان تستخدمه فطلع لا أبوه بيعبد الصنم فعبد الصنم زيه واخد بالك ولذلك إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليها آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون طيب ولده كانش عاقل وكان بيعبد الصنم طيب أنت لك عقل تميز أنه كان بيعمل شيء خطأ فأنا مش همشي وراه في الخطأ لا هو مقلد حتى في الخطأ ألغى عقله وجد الناس بيشرب خمر يشرب زيهم وجد الناس بيشجع الشزوز يشجع زيهم طيب فين عقلك ما فيش عقل ألغى عقله ولذلك هؤلاء الناس العلماء يقولون أدنى عند الله عز وجل من البهاء لأن ربنا خلق الملائكة بعقل ولا شهوة وخلق الدواب والبهائم بشهوة ولا عقل لها وخلق الإنسان بعقل وشهوة فإذا تحكم العقل في شهوة الإنسان كان عند الله أفضل من الملائكة وإذا تحكم هوى الإنسان وشهوته في عقله وألغى عقله كان عند الله عز وجل أسوأ من البهائم والعياذ بالله ولذلك لابد أن الإنسان يستخدم عقله أوعد كهؤلاء الصم الذين لا يسمعون الحق البكم الذين لا يشهدون بالحق الذين لا يعقلون لا يفهمون عن الله عز وجل ولا يستجيبون لوحي السماء ولا يستجيبون للأنبياء وللقرآن ولا للسنة إذا كان الإنسان يلغي عقله ولا يستجيب للحق فهذا نوع أهمل عقله وقولهم تماما وقلدوا الناس حتى في الباطل في نوع تاني عكس ده تماما اللي هو عبد عقله يعني عبد عقله يعني العقل عنده هو كل شيء أقول لك أنا أستطيع بعقلي أن أنا أعرف كل شيء أنا لا محتاج قرآن ولا محتاج سنة ولا محتاج رسل ولا محتاج أنبياء أنا بعقلي أستطيع أن أنا يعني أصل إلى كل شيء والعلماء يقولون هذا خطأ صحيح العقل له مكانة عظيمة ونعمة عظيمة من الله عز وجل ونعمة تستوجب شكر الله سبحانه وتعالى وصحيح بالعقل عرفنا الله عز وجل بالعقل عرفنا الله يعني الكلمة دي صحة ولا خطأ قالوا فيها جانب صحة وجانب خطأ فيها جانب صح أننا بالعقل نظرنا في ملكوت الله وانتفعنا بآيات الله عز وجل في الكون الشمس والقمر والنجوم عرفنا أن هذا الكون وهذا الخلق البديع لا بد له من خلق العقل بيقول كده الرجل الأعرابي اللهم البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير أقول لهم بالعقل كده ده لابد الكون ده لابد له من خالق طيب عرف الكلام ده ازاي بالعقل بالفطرة ربنا وضع فيه قوة فطرة توحيد الله سبحانه وتعالى لو ترك الإنسان على الفطرة يوحد الله سبحانه وتعالى لكن الناس بتتدخل عشان يعني تجعل في الجيل انحرافات طيب يفهمها ازاي بالعقل ربنا سبحانه وتعالى أعطاه العقل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الألباب جمع لب واللب هو العقل اللي بينتفع بآيات الله عز وجل وبيشوف آيات ربنا في الكون هم أولو الألباب أصحاب العقول ولذلك لما شاف آيات ربنا في الكون وعرف أن لهذا الكون خالق وهداه الله بعد ذلك بالوحي وبالقرآن والسنة التي نزلت على خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم انطلق لسانه ذاكرا لله عز وجل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها ذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات المبارك إن في ذلك لا آيات لأولي النهى والنهى هي العقول هل في ذلك قسم الذي حجر الحجر هو العقل كذلك لماذا؟ لأنه يحجر الإنسان يعني يمنع الإنسان من التصرفات الخاطئة هذا هو الحجر طب العقل أهل أيضا لأن العقل يمنع الإنسان عن التصرفات الخاطئة ما أخذ من العقال العقال يعني هو الحبل اللي بنربط به الدابة بنمنع به الدابة من الهرب قال يا رسول الله يعني أتركت ناقتي أتركها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل يعني أربطها قال له أعقلها وأتوكل يعني أربطها وخذ بالأسباب وأتوكل على الله عز وجل ما تسيبهاش كذلك العقل سمي عقلا لأنه يمنع الإنسان من الانحراف يمينا وشمالا زي ما الحبل داب يمنع الدابة من الهروب إلى مكان لا يريده صاحبه ولذلك صحيح العقل عرفنا به آيات الله عز وجل واستدللنا به على الله سبحانه وتعالى لكن هل عرفنا من هو الله بعقولنا بما يأمرنا عما ينهانا من استجاب له ما جزاؤه من لم يستجب ما عقابه تفاصيل عبادة الله سبحانه وتعالى قالوا هذه لا تدرك بالعقل وإنما تدرك بوحي السماء بنزول القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالعقل مع الشرع نور على نور ولذلك كان العلماء يقولون مثل الإنسان الإنسان اللي عايز يعيش بعقله فقط كمثل إنسان يعني مفتع عينيه لكنه في الظلام يعني إيه بيقولوا خد بالك العقل ده عامل زي نور البصر طب والوحي القرآن والسنة قال عامل زي نور الشمس طيب لو أن إنسان طلع في نور الشمس لكن مغمض لا يرى شيئا طيب لو إنه مفتح لكن في مكان مظلم برضو لا يرى شيئا فلابد من نور العين مع نور الشمس كذلك لابد من نور العقل مع نور الوحي القرآن والسنة حتى تهتدي إلى الصواب ولذلك قالوا فالعقل مع الشرع نور على نور اللي اتنين واللي اتنين دون لما يجتمعوا يسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخر يبقى خد بال حضرتك اللي لغوا عقلهم هؤلاء مخطئون اللي قالوا خلاص احنا معتمدين على العقل ومش محتاجين وحي من السماء ولا كذا دول مخطئون العاقل بقى هو من جمع الله له نور العقل مع نور الوحي فيسعد في الدنيا ويسعد في الآخر ولذلك كان الشيخ الشعراء والله يرحمه كان يضرب لنا مثلا للحكاية دي مثلا معبر يقول لما يدخل الليل كل واحد مننا يلجأ إلى مصباحه ليضيئه الفقير تلاقي مصباحه صغير كده على قده ينور له الغرفة اللي هو عايش فيها الغني شوية لأ عنده إضاءة أكتر الرجل الغني جدا عنده إضاءة تملأ المكان فإذا طلع النهار وأشرقت الشمس أطفأ كل واحد مصباحه لأن نور الله قد طلع كذلك الإنسان إذا لم يعلم بيعتمد على عقله وده عقله صغير وده عقله أكبر شوية وده عقله أكبر شوية لكن إذا قلنا قال الله قال رسوله فهذا نور الله عز وجل فأطفئوا مصابيحكم فإن نور الله قد سطع ولذلك الإنسان لما يسمع والله أنا عقلي يقول لي هذا صواب لكن خد بالك القرآن يقول أنه ده خطأ يبقى خطأ لأن هذا نور الشمس وإلا لو مشينا خلف العقول يقول لك لا 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 لازم العقل مكانت عظيم وبه نفهم الأحكام وبه نفهم عن الله ونفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العقل فيه خطابات كثيرة في القرآن أفلا تعقلون أفلا يعقلون يريدنا أن نتفكر وأن نفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لكن إن الإنسان يعتمد على العقل ويلغي الوحي هذا ما لا نسعد به إنما يسعد الإنسان بنور العقل مع نور الوحي طيب ما ثمرات هذا العقل قالوا ثمرات هذا العقل أول ثمر من ثمرات العقل وأول علامة من علامات العقل إن الإنسان يهتدي إلى الله عز وجل علامة العقل إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى علامة الحكمة إنك تعرف ربنا علامة الفهم إنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى وإلا فما يفيدك عقلك إذا اخترعت اللابتوب واخترعت الموبايل واخترعت الطيارة واخترعت السيارة وفي النهاية عقلك بيقولك إن الإله اللي خلق العقل المبدع ده بقرة فتلاقي حاجات مستوردة من الهند والصين واليابان والنازدي وحاجات بديعة تستغرب هو إزاي عقله اكتشفها إزاي صنع الحكاية دي خالق هذا العقل سبحانه وتعالى يعني وجود العقل ده في حد ذاته دليل عظيم على وجود الله سبحانه وتعالى لكن هو بعد ده كله عقله يوديه إن الإله بتاعه بقرة ولا صنن بوزة ولا ما فيش إله أصلا سبحان الله العظيم كيف هذا عشان يقول له خد بالك إنه العقل وحده لا يكفي صحيح عقل بس انت لا تستغني عن هداية الله عز وجل لازم عقل وهداية بقوله العمر بن العاص إزاي قومك لم يهتدوا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أعقل الناس ده أهل مكة دول كانوا من أعقل الناس وكانوا عقلاء وحكماء وأدباء إزاي ما اهتدوش إلى الوحي قالت تلك عقول كادها خالقها يعني عقول لم يحالفها التوفيق لازم عقل مع توفيق الله عز وجل العقل الوحده مش كفاية والوحي محتاج إلى عقل حتى يفهم هذا الوحي ويطبق ولذلك الاتنين نور على نور يبقى علامة العقل أن يهتدي الإنسان إلى خالقه سبحانه وتعالى نمر اتنين قالوا علامة العقل أن الإنسان يمتنع عن ما يضره يعني إيه؟ يعني ما يروحش يشرب خمر الحسن البصري عليه رحمة الله كان يقول لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه لو العقل بيباع ويشترى كان يبقى أغلى قطعة غيار للإنسان لو الإنسان لي قطع غيار كان يبقى أغلى شيء ولذلك دية العقل لما يتكلم العلماء في الجنايات والكلام ده يقولك لو أن إنسان قتل إنسانا خطأا في دية كاملة طب إيه رأيك ما قتلوش لكنه ضربه ضربة راح عقله فيها قالوا برضو ليه دية كاملة دية كاملة يعني إيه؟ يعني ألف دينار يعني أربعة كيلو ربع ذهب يعني ملايين هذه قيمة العقل غالي جدا طب إيه رأيك أنت ما دفعتش فيه ولا مليم ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لك هبة من عنده وكمان رزقك مال من عنده عشان تأكل وتشرب وتشتري كتب وتزاكر وتنمي وتغزي العقل ويكبر عقلك لأن العقل محتاج غزاء عشان ينمو طيب يوم الأحمق الشقي غير السعيد يروح يشتري بالمال اللي ربنا مديهله مخدر علشان يدمر العقل اللي ربنا مديهله برضو فالعطيتين بدل ما يحطوهم مع بعض وينمو عقله ويكثر ماله فبالعقل يكثر المال وبالمال ينمى العقل إذا اشترينا ما ينميه وما يغزيه من العلم والمعرفة وغير ذلك لا هو راح اشتري بالمال مخدر فدمر عقله فلما شرب الخمر ماذا فعل؟ صار لا يعقل يتصرف زي السفهاء ربما يعتدي على أمي وبنته وأخته وربما يعمل حوادث ويدوس ناس في الطريق وهو وسايع وسكران إلى آخر هذا فبيقول لك لا لا احفظ عقلك لأن العقل ده من الضروريات الخمسة اللي ربنا أمرنا بحفظها الدين والنفس والعقل والعرض والمال احفظهم دول ولذلك كان عندنا في الإسلام اللي يشرب خمر لحد ما عقله يغيب يجلد ويعاقب يعاقب لدي حرية شخصية لا مش حرية شخصية ده أنت ربنا مديك أمانة غالية وانت بتدمرها بنفسك حتى هذه لست حرا فيها يبقى إذن على الإنسان أن يحفظ عقله وعلامة العقل ألا تذهب العقل علامة العقل أنك ما تشربش مخدرات ولا خمر علامة العقل أنك تمتنع عن الشهوات المؤذية والأخلاق الذميمة كان بعض العلماء يقول إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل عقلك يعني منعك ما نقول العقل معناه المنع فإذا عقلك عقلك يعني إذا منعك عقلك عما لا ينبغي عن الأخلاق الذميمة والتصرفات السيئة فأنت عاقل دي علامة العقل بتاعك لما تمتنع عن الأشياء السيئة قالوا كذلك من علامة العقل إن الإنسان يؤثر ويفضل الآخرة على الدنيا كانوا في قول الله عز وجل وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ يقول لك الآخرة خير وأبقى والإنسان الذي يبيع الآخرة والجنة علشان مدة يسيرة في الدنيا ده إنسان غير عاقل العاقل هو الذي يضح بالقليل عشان يربح الكثير والقليل هي الدنيا والكثير هي الآخرة فده العاقل طيب واحد ضيع جنة عرضها السماوات والأرض خالدين فيها أبدا علشان دنيا ناقصة ومحدودة يبقى ده مش عاقل أفلت عقلون يبقى من علامة العقل إيثار الآخرة على الدنيا من علامة العقل إن الإنسان يستعد للقاء الله عز وجل دي ثمرات العقل مش بقولك العاقل هو السعيد العاقل هو السعيد لأنه ما بيشربش مخدرات العاقل هو السعيد لأنه عرف الله العاقل هو السعيد لأنه بيترك الشهوات العاقل هو السعيد لأنه يفضل آخرة على الدنيا ويعمل لدنياه ويعمل لآخرته وهو العاقل برضو عايز يعيش في الدنيا الأيام اللي هو عيشه وهو سعيد فتراه يجمع المال ويسعد به مذا كان من الحلل وينفقه في الحلال وهكذا بالعقل الإنسان يسعد بالقليل بالعقل والحكمة الإنسان يستمتع بزوجته وبغير العقل يصير البيت والعياذ بالله مكانا سيئا للزوجين بالعقل الزوجة تسعد بالقليل بغير العقل تكون في قصر كبير لكنها غير سعيدة ولا تسعد من حولها بالعقل الإنسان يكسب المال من الحلال ويضيع وينفقه في الحلال بغير العقل وبالحمق ربما يكون عنده مال كثير وينفقه في ما لا ينفع بالعقل يحفظ الإنسان ويحافظ على أصدقائه وأحبابه وبالحمق وبقلة العقل يفقد الإنسان أصدقائه وبسوء تصرفه العقل أساس أيها الإخوة فلنحافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أكيس الناس يا رسول الله أكيس الناس الكيس اللي هو العاقل من أكيس الناس من العاقل يا رسول الله أعقل الناس قال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعداد أولئك الأكيس هؤلاء هم أعقل الناس اللي بيفكر في الموت كتير عشان ينكد على نفسه يعني لا بيفكر في الموت كتير علشان كل ما يتذكر أنه هيقابل ربنا سبحانه وتعالى يجتهد في العبادة أكثر وأكثر عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية ده كان رجل مقرب من عبد الملك بن مروان فعبد الملك بن مروان مات فالرجل شاف عبد الملك بن مروان وهو بيدفن في قبر صغير كده وخرج من الدنيا ولا شيء معه فأفاق فرجع إلى بيته وأقبل على العبادة فواحد من أقاربه يعني بيكلمه بيقوله انت عامل في نفسك كده ليا هؤنا على نفسك شوية يعني فقال له إني سائلك فأجبني قال سل قال له إذا جاءك ملك الموت هل تستطيع رده قال له أبدا قال له طيب هل ترضى حالك هذه للموت يعني توافئ انك تأبر ربنا كده قال له لا لسه لا أرضى هذا قال له طيب هل عزمت على التوبة يعني خلاص نويت تتوب قال له لا برضو لسه قال له طيب هل لنا نفسان لو خرجت واحدة نعمل بالأخرى قال له لا قال الله هذه حال ما أقام عليها عاقل ما فيش عاقل يعمل اللي انت بتعمله ده أم الايه العاقل باه هو لما يفهم الحاجة دي يقبل على التوبة ويقبل على الاستعداد للقاء الله عز وجل كذلك أيها الإخوة من ثمرات العقل التي تسعدنا إن العقل يدلنا على مكارم الأخلاق الفطن المتغافل هو العاقل والعاقل لا يهتك ستر امرأته كما أخبر الرجل الحكيم فالعاقل هو الذي يعامل الناس بالأخلاق ولما يعامل الناس بالأخلاق والمعاملة الحسنة وبالحكمة وبالفهم يكسب من حوله ويكسب قلوب من حوله إنما الأحمق هو الذي يسيء أخلاق الناس فتراه مكروها من الناس وترى الناس يعني يتجنبونه أيها الإخوة لذلك أصحاب العقول هم السعداء السعداء إزاي؟ ده المتنبي بيقول ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخ الجهالة في الجهالة ينعم مش المتنبي اللي قال كده إزاي بقى العاقل أسعد الناس المتنبي كلامه ليس قرآنا ثم إن المتنبي يفهم كلامه على أن الإنسان لو اعتمد على عقله فقط بدون هداية من الله عز وجل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى إذا اعتمد على ذلك فقط يشقى والعياذ بالله ليه؟ لأن من اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على عقله ضل ومن اعتمد على جاهه ذل ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا ذل ما تعتمدش على عقلك صحيح استخدمه ونميه وكبره واسعد به في الدنيا لتسعد به في الآخرة لكن كل ذلك مع توفيق الله عز وجل كم من عقلاء وأذكياء وعباقرة لكن بغير توفيق الله وبغير هداية الله وبغير تأييد الله صاروا من الأشقياء والعياذ بالله أيها الإخوة نعمة العقل نعمة عظيمة سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة فلنحافظ عليها ولنشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها ولننميها بالعلم والمعرفة ومخالطة العقلاء وغير ذلك من الأشياء التي تحفظ علينا عقولنا ونحمد الله عز وجل على هذا أيها الإخوة هذا كان بابا عظيما من أبواب السعادة نلتقي إن شاء الله عز وجل في اللقاءات المقبلة مع أبواب جديدة من أبواب السعادة نسأل الله تعالى أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته